العزة فلله العزة جميع ومن لا يريد العزة كل انسان حر شهم حر شهم يحب ان يكون عزيزا وان تكون له كرامة هذا الامر الطبيعي فما السبيل اليها فما السبيل الى هذه العزة و الى الكرامة السبيل هي طاعة الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الذلة والصلاة على من عصاني جعل الله سبحانه وتعالى المذلة والصلاة على من عصاني ويقول قيام الليل شرف قيام الليل شرف والزهد سبيل العزة الزهد في هذه الدنيا لان سبب المغلة عند كثير من الناس هو عدم الزهد والطمع والحرص الطمع والحرص يؤدي بالانسان ان يصبح بليلا وان يصبح ليلا وان يصبح منافقا وان يصبح عاصيا لله سبحانه وتعالى كل ذلك من اجل الحرص على الدنيا فالسليم الحقيقي الى العزة الحقيقية هو الزهد في هذه الدنيا والالتزام بعمر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالىowej الى صورة الأفعى قلاتنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جعلناありがとうございました الله سبحانه وتعالى وسكارت للقبن stesso الله سبحانه وتعالى اليوم يكون حسنا dress لا بد AC لا يوجد منه لا يوجد مستقيم لا يوجد من أساسا طبيب أو من أساسا ملاقش لا يوجد لديها حقوق الأربع لا يوجد نفسك حقاً الناس هو مع الله سبحانه وتعالى و الله سبحانه وتعالى فقط ماذا يدعون مع نصر هو هو المهجم الذي يدعى نصر وقد يدعونه لله والذين يدعونه بسعارة الله سبحانه وتعالى حفظهم that dignity belongs to the believers and in top of all the believers of course إذا فقط عليه الصلاة والسلام يقولون لأن وجعنا إلى المدينة المنافقين عليه في سورة المنافقين المنافقين وعلى بأسهم ابن عبيد بن سلون حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في رسوة مع أصحابه وقال لهم إن محمد ومن معه شرذ ما قال له المعاجلون ستون سبعين رجل ونحن أهل نعزة نحن أهل المدينة عندنا العدد وعند المال وعند العدد فلأن وجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعزة من الأعزة إذا عدنا من آمه الغزو إلى المدينة لنخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه لا مهم قليلون فأطبع الله سبحانه وتعالى أبيه بمقالتهم هذه يقولون لأوجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأعزة فلله ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين ولكن المنافكون المنافكون لا يفقهون المنافكون مقاييس 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 فأنا العزة يا رسول الله ولمؤمنين الله سبحانه وتعالى قال المنافكون 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 لا يفقهون لطاعة 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 بالكامل لطاعة 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 هذا للحيان أصحبوا أن أشعره ، أشعر أشعر هذه إجنوراء التي لا يتفهم أن لا يُفضل بطرور كلاب من هذه الخطوة إذا كاننا يُفضل بطرورا من هذه الخطوة فلنكون الأشعر أشعر في البداية لأنها ايها نفسنا ولكننا يُفضل نفسنا من الله سبحانه وتعالى وَلَا تَحِضُنْهُنُونَ وَأَنتُمُ الْأَلَوْنَا اِن كُنتُم مُمْنِينُونَ لا تشعر حسناً لأنك تكون مدينة كما تكون مؤمنين وهذا هو الناس وكانت المسلمين وكانت المسلمين عندما كانوا أحزاب وقاموا وقاموا المدينة وقاموا بإسلام ومسلمين بعضهم وإنهم اصلاة والسلام وكانت المسلمين وكانت المسلمين وكانت المسلمين من الأجل المدينة إذا أردتم والسلام وهذا كانت المسلمين لديهم 3.000 شخص بعد 8.000 شخص لكن المسلمين لم يتفترض بيضايح يقول لهم يجب أن يتعلم مع صحابة أولا لذا يسأل المعلمين سعد بن مواد و سعد بن عباد الذين كانوا من المساعدين ويقول لهم عن النبي أنه كان وقال لهم ما تعتقد قال يا رسول الله كلنا وهؤلاء من المشركين وكانوا لا يمالون منا طعاما إلا قرآن أبايرا نحن وقال لهم قبل أن تأتينا وقال لهم لم يأتينا وقال لهم لم يأتينا وقال لهم وقال لهم وقال لهم وقال لهم وقال لهم إذا كانوا يأتينا أَفَبَعْنَا أَعْزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ نُحْطُ الدَّلِيَّةَ بِي دِينَنا الآن بعدها لهم نحن المسلمين نحن 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 نعلم ونحن نحن 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 لهم بأننا نحن نأتينا ثم قلت بفضل وكان يحظون على الحبيب عليه الصلاة والسلام to see if he's going to object to what he is doing or to announce when we saw the prophet عليه الصلاة والسلام smiling he went ahead and he taught that is the dignity that the muslims had is not the dignity of appearances the dignity of just pretended this is what one who lived in spain where it was divided and each of one city hates the rest of the others but still each one of them gives himself titles as if he is the emperor of the world isn't that a place like this i cannot live in because it is like that each one of them is like a cat that is pretending that is a tiger imagine if he lived in our times nowadays and he saw those trivial people and some cheap people around them who are hypocrites that are praising them imagine if they if he saw that nowadays imam baklani was sent by one of the abbasin caliph to the emperor of byzantia in constantinople and some political mission and the king of constantinople he had to handle that anybody coming to him he has to go down for him like many kings and amirs but he knew that muslims do not do that because they have dignity they brought back down except allah subhanahu wa ta'ala so he ordered the door to his chambers to be made short deliberately so that when baklillani who was a tall man when he wants to get in he asked about that in order to get in and when the baklillani saw the door he immediately understood the purpose of what was done so he turned his back and he entered and he passed and he passed then he turned his back again this is the dignity of the muslims of the muslims one of the hidawits in egypt he went to visit al-azhar and when he entered into al-azhar all the cheap hypocrites stood up greeting him and kissing his hand and giving him papers with certain things that they wrote from him except one scholar he was sitting down not extending his legs he didn't move even though he looked poor he did not have much and after that he noticed that and he asked about it after he went back to his palace still he wanted to humiliate him so he sent him some money and the messenger came from him and told the scholar that the king the khidawi has noticed that you are poor and you are in me so he is giving you this money he told him go back to him and tell him that the one who extends his feet in front of him is not going to extend his hands those are the people who have the dignity the real dignity who deserve victory and dignity from allah subhanahu wa ta'ala umar abd al-fattah he was traveling with abdul wahban ibn alf when they came across a little river a little valley so umar took off his shoes and put it on his shoulders and he grabbed the rope of the camera that he was fighting and he put his gum up and he crossed it and abdul wahman was looking at him telling him amir al-mumineen you're putting your shoes in your shoulders and folding your camel like that i am happy and thankful that nobody saw you my belt this is a very humiliating situation and somebody else and then you said that to me until he becomes an example for people not to say like this we are the people that allah subhanahu wa ta'ala gave them dignity because they are muslims dignity is an islam it's not how you walk it's not what kind of clothes where you wear your shoes already is our appearance that they won't be nothing that himself umar is the one who traveled to syria and gathered all the leaders of the armies who were fighting the roman empire the super power of that time who were they were few in numbers facing hundreds of thousands he gathered them to tell them one thing this statement that he said to abdul rahman ibn alf do not feel that you are powerful and you are victorious because of your is that we are always victorious because we believe in allah subhanahu wa ta'ala the source of our victory and the source of our dignity and we are serving him we are obeying him that is what gives us the power that is what gives us the honor that is what gives us the strength from the circumstances who recognizes the vainest entity and who doesn't and who gives in and who that these these acts do not mean nothing to us the promise of allah subhanahu wa ta'ala means our class the dignity which comes from allah subhanahu wa ta'ala makes us feel always victorious yes and our heads always up because of islam ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهما أقول قولي أنا وأستغفر الله لي ولكن أستغفر الله الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما اللهم صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وضعهم عن القوابة والصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم أفضل المهين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموال إنك سميعا قريبا مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اللي مرانا خيرنا ولا تولي مرانا شرارنا اللهم أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقوا لأكله خير ومن أراد لهم ويرى ذلك فإنك به عليم اللهم أردنا إلى دينك أردا جميلة اللهم أردنا إلى دينك أردا جميلة ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفران منا اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسير والأسيان ربنا ولا تدعنا في هذا اليوم العظيم من إلا غفرته ولا ميته إلا رحمته ولا مريضا إلا شافيت ولا غائبا إلا للسلامة رددت ولا جاهلا إلا علمت ولا ضاءلا إلا إليت ولا علم للمسلمين إلا أخذته وقصمته ولا أسر له إلا فعبت أسره الله رحمتك يا أرحم الراحمين عباب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القرى وإنهان الفحشاء والنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون تذكروا الله يأخركم واستغفروا يأخر لكم وسألوهم من فضيه يأخركم وعرضوا الصلاة إن صلاة تنهى من فحشاء والنكر والذكر الله أكبر الله يا الله بسم الله